لو فيش جو بوليتيكس فيش جنبك إسرائيل وفي جنبك فلسطين وفي جنبك سوريا بعتقد واحدة بعطيك المليار وربع ولكن إلى أي مدى إحنا هذه الحركة النشطة تنعكس فعالية وحضور يعني بنشوف في المفاصل المهمة إحنا براء بسوشي إحنا مش موجودين على طاولة جينيف إحنا مش موجودين بالملف المصالح الفلسطيني إحنا مش موجودين حتى بالعلاقة هي يعني بتحس إنه لفترة صفقة القرن كانت بين مصر والسعودية والأمريكان وما كناش بالطابق أنا بظن إنها هاي سمة إيجابية إنه مش موجودين لأنه وجودك بده كله صفة خاصة في قضية صراع لدولة مجابرة يا بدك تكون مع هون يا مع المعارضة يا مع النظام وربما أحياناً بعض المواقف يعني أن لا تكون متورطاً كما يسميها اللبنانيين سياسة النأي بالنفس يعني بس إحنا من التقليل وفي المعارضة السوري معناه يتصال مع النظام أو المشاكل ما هي ما هي البقاء على الاتصال على الخطوط مفتوحة لكن دون التورط العلني يعني لو لو اتخذنا موقفاً آخر كما كان يريد لنا أشقائنا العرب بأن يعني صحيح أنه كان هنا دور ما فيما حدا يعني ينكر أنه كان فيه دور لكن الدور هذا لعبة بشيء من الهدوء بشيء من التريث بشيء من العقلانية بشيء من تبرير تبرير كل خطوة بالمصالح الوطنية بس لو دخلنا الحرب أو لو فتحنا الحدود كما أراد البعض مبكراً حتى قبل التدخل الروسي لكانت الأمور ومخرجاتها مختلفة تماماً الأردن يعني صحيح أنه لا يتمتع بعلاقات حميمة جداً مع كثير من جيرانه لكنه لم يفقد حتى هذه اللحظة يعني خطوط الرجعة لعلاقات قوية مع أي من هذه النظم وهذا بحد ذاته في هذا العالم المتغير اللي يعني فيه كثير من الصراع وفيه كثير من الانكسامات والاستقطاب أظن أنها سمة إيجابية عودي إلى سؤالك مرة أخرى حول فيما إذا كان يعني يعتقد البعض أنه الأردن يقيش على القضية أو على أي موضوع من هذه الموضوعات يعني الأردن يعيش في نظام عالمي يقر الجميع بأن هذا النظام العالمي السير فيه يخضع لقاعدة دو أو داي إما أن تعمل وأما أن تنتهي وأحياناً تحتاج إلى كثير من المناورة وتحتاج إلى كثير من يعني اللباقة والكياسة أظن أن جلالة الملك اتخذ خطوة عبقرية